وبمناسبة الحضور الجماهيري خليني أقولكم حاجة يعني يمكن يكون توقع مش عايز أسبق الأحداث لكن ويمكن حتى في بعض الانترفيوات اللي عملناها في السادسة من قبل بداية البطولة ولما سألنا إذا ما وصل الأهلي لمواجهة الريال وهو طبعا في الوقت ده قبل بداية البطولة كان بعيد كل البعد عن مشوار الوداد المغربي إيه هيكون موقف الجماهير المغربية انقسمت الأراء في ناس كتير قوي قالت أنه الريال بيتمتع بجماهرية وقعدة شعبية كبيرة جدا في المغرب وبالتالي جماهير الريال في المغرب هتكون حريصة على الحضور معه ومسندته أين كان المنافس يمكن تكون العروض اللي قدمها النادي الأهلي تغير من ده يمكن يكون خروج الوداد وبما أنه الأهلي هو ممثل قارة أفريقيا تغير من ده لكن في النهاية مش عايزين نزعل لو شفنا جماهير مغربية بتشجع ريال مدريد في مواجهة الأهلي في النهاية الكرة في الملعب اللعيبة أنا بشوف أنه الكرة في ملعبنا والظروف مش هتكون أبدا 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 أفضل من الظروف اللي هنواجه فيها ريال مدريد في مباراة يوم الأربع اللي جاء